طيب خلونا نرجع للتقسي مرة تانية لأنه نهاردة على معظم الطرق الزراعية تحديدا فيه شبورة كثيفة طريق مصر اسكندرية الزراعي على سبيل المثال نهاردة شبورة قدت لانعدام الرؤية فمهتمين جدا نحن نتطمن على حالة الجو نهاردة على مدار الحلقة ونشوف أخبار الجو إيه هل فيه كمان سقوط للأمطار على بعض الطرق خلونا نتأكد من هذه المعلومات معي تليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أهلا بيك يا دكتورة صباح الفل أهلا بيك يا صباح الفل على حضرتك على كل سنة في بداية الحلقة النهاردة كنا بنتابع درجات الحرارة متوسطتها تقريبا ما بين الأربعة عشر الصغرى لمثلا 23 العظمة في محافظات الوجه البحري أجواء بردة لا شك لكن نطمنين على تأثير دوان عكاسه ودرجة الحرارة المحسوسة على أرض الواقع البرودة هتكون أكتر فين وهل فيه فرص أيضا لسقوط أمطار ولا لا هل يعني كلم الأول على الشفورة المائية؟ الشفورة المائية ما زالت إلى الآن مؤثرة بشكل كبير على أغلب الضرق حصل معاها نعدم رؤية أفقية على بعض الضرق رؤية أفقية انفضت لأقل من 200 متر و800 متر في بعض الأماكن ويمكن أغلب الضرق اللي موجودة في شمال السعيد، القاهرة الكبرى، الوجه البحرية، سواحل الشمالية، كمان مدن القناة وطبقينة، الضرق دي كلها متغطية بشكل كبير بالشفورة المائية، الكثيفة بشكل كبير اللي معها زي ما قلنا في الأول إنها دام رؤية أفقية فلازم ناخد بالنا من الشفورة المائية واللي متوقع أن هي تتمر معانا خلال جمال ساعة أو ساعتين حتى ستوعة شهر الشمس بالشكل الكبير هتبدأ الشفورة المائية فيه تلاشي لأنها كثيفة بالشكل الكبير فهتاخد معانا وقت حتى تلاشى إحنا معانا كمان فيديو بنعرضه للمشاهدين الكرام من الشفورة الفيديو ده النهاردة يعني مصورينه النهاردة من إحدى الطرق واضح جدا إنعدام الرؤية أنت مش شايف أبعد من متر بعد عربيتك فأرجو برضو إن الناس ستتوقع الحذر وهي سيئة إذا كانوا مضطرين للقيادة لو مش مضطرين أصلا يفضل إنه لا تسلكوا هذه الطرق هل الشفورة دي مكملة بكرة كمان يا دكتورة منار؟ هو بالفعل لسا الشفورة مكملة معانا خلال الأيام اللي جاية بس إن شاء الله متوقع أن كثافتها تقل فما تبقاش بالكثافة اللي احنا شايفينها النهاردة أو حتى كمان البارح فإن شاء الله كثافة خلال الأيام المقبلة تقل فهتكون شفورة مائية ممكن تكون كثيفة لكن مش هتقضي طبعا إنعدام رؤية أبطية مش بالشكل بايع مش بالشكل ده الأمطار بقت سقط الأمطار هل هتكون خفيفة أو متوسطة وإيه أكتر المحافظات اللي هتشهد سقوط أمطار النهاردة؟ أحنا بالفعل النهاردة عندنا سقوط أمطار ممكن توصل لحرد السيود في بعض الأماكن الموجودة في جنوب سيناء زي شبنشيف، زهب، صابة، زانتكاترين كمان بعض الأماكن من خليج العقبة الأماكن الموجودة في ثلاثة جبال البحر الأحمر ككل من حريب شلاتين برس عالم برس بناية الأماكن دي كلها معرضة للسقوط الأمطار المتوسطة والرعبية والطبيعة الجبلية والجغرافية في الأماكن دي ممكن تقدم كشكل السيول ممكن دي أكتر الأماكن من أسطرة بالأمطار أيضا الأمطار هتمتد ما بين خليفة المتوسطة على شمال وسط سيناء العريش رفع في بعض الأماكن كمان الداخلية في وسط سيناء كمان هتمتد خليفة المتوسطة المحافظات جنوب السعيد وتكون خليفة على الثواحد الشمالية هي المحافظات المصلة على البحر المتوسط في شمال الواسط البحري بس الأمطار الخليفة مش هتأثر على أعمال الأمطار المؤثرة اليومية الأمطار المؤثرة بشكل كبير هي اللي احنا بطرناها اللي ممكن توصل لحرد السيول في جنوب سيناء لكن يعني ظاهرة الجوية الواضحة جداً النهار ده هي الشبورة على أغلب الترون كاملة على مدار الأيام اللي جاي شكراً لكي دكتورة مانار غنم عضو المكتب الإعلامي لهقيقة الأرصاد الجوية أرجوكو خدوا بالكو إذا مش مضطرين تنزلوا تسوقوا في الشبورة الكثيفة اللي بتؤدي لانعدام الرؤية حاول تأجل يعني مشوارك لما بعد انقشاع هذه الشبورة